تعهد الرئيس الأوكراني فولادمير زيلنسكي بإنهاء سيطرة روسيا على شبه جزيرة القرم وجميع المناطق الأخرى التي تفرد موسكو سيطرتها عليها وقال زيلنسكي أمام مؤتمر دولي عن القرم أن القرمة ستحرر مثل جميع الأجزاء الأخرى في أوكرانيا التي ما تزال للأسف تحت الاحتلال بحسب وصفه وسيطرت روسيا على القرم وضمتها إليها في 2014 فيما بدأت أوكرانيا هجوما مضادا مطلع يونيو الماضي لمحاولة استعادة الأراضي التي سيطرت عليها روسيا خلال عملياتها العسكرية الخاصة التي انطلقت في فبراير من العام الماضي